تتوافد جمع حجاج بيت الله الحرام مع شراقة صباح اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد مشعر منن لقضاء يوم التروية والبدء في أعظم رحلة إيمانية وروحانية لدى أزيد من مليوني حاج بأشواق وتكبيرات في ظل ترتيبات ضخمة أعدت المملكة العربية السعودية وسيقضي ضيوف الرحمن على صعيد منن الجمعة يوم التروية أول محطات مناسك الحج التي تتواصل على مدار ستة أيام وذلك اقتداء بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارتوى بالمياه قبل أداء مناسك الحج هذا وقد أعدت السعودية ترتيبات ضخمة لاستقبال الحج في أول محطات المناسك منها تجهيز أربعة مستشفيات تضم جميع التخصصات وأقسام لمواجهة الإجهاد الحراري وضربات الشمس كما تم إنشاء أبراج سكنية متعددة التوابق بمشعر منن تستوعب أكثر من 30 ألف حاج بتصاميم حديثة مستوحات من الهوية العمرانية للمشاعر المقدسة